الأسطورة كريستيانو رونالدو يسجل أول أهدافه مع النصر ويهدي النصر بطل الشتاء بشكل رسمي ولكن ولكن وحط تحتها ألف خط خلونا نكون صريحين مع بعض في نقاط كثير اليوم واضحة على كريستيانو وعلى النصر لازم نتكلم عنها ونبدأ من كريستيانو رونالدو أنا من هنا جاي أعطي درس أبدا لكريستيانو رونالدو ولا جاي أقلل من هذا اللاعب كريستيانو أحد أهم اللاعبين في تاريخ كرة القدم وهذا الشيء منتهين منه ولكن كريستيانو في مبارات اليوم بشكل عام اللاعب في اللمسة الأخيرة عنده مشكلة هذا الشيء واضح على كريستيانو في مبارات اليوم 100% وأعتقد ما في أي أحد يختلف معي في هذه النقطة كريستيانو هو عارف أن كرة القدم تلعب بالعقل لكن اليوم للأسف كريستيانو في الهجمات الحاسمة اللاعب ما استخدم عقله أبدا في هذا الكور يعني الانفراد الأولى اللاعب كان قادر يستلم الكورة وبعدها يهدي ثم يسدد الكورة ويقدر النصر يسجل الهدف الأول في المباراة وبعدها حتى للفرادة الثانية نفس الشيء كان يقدر يسويه لكن كريستيانو اليوم واضح أنه هذا اللاعب عليه ضغط نفسي كبير وأنا ما لوم كريستيانو أبدا يعني أنت أحد أهم اللاعب في تاريخ كرة القدم واحد من أفضل ثلاثة في التاريخ وتركت الدور الإنجليزي وجاي الدور السعودي وأول مبارتين ما ساهمت بأي هدف والآن المباراة الثالثة وعليك ضغط أيضا كبير ومن تقادر يسجل أي شيء فهذا يسبب عليه أزمة كبيرة من الناحية النفسية ولكن هو كلعب كبير أيضا لازم يتخطى هذه المشكلة يعني مباراة اليوم عدت على خير والنصر قدر يستمر كمتصدر الدوري لأنه حتى لو فاز الاتحاد يوم الغد في مباراته ما رح يتغير أي شيء في الصدار النصر رح يبقى متصدر إلا في حالة وحدة وهي في حالة مستحيلة جدا أنه الاتحاد يفوز في مبارات الغد أمام الطائي بفارق سبعة أهداف وهذا الشي يعني كلنا عارفين أنه مستحيل أمام نادي منظم مثل الطائي ولكن مو موضوعنا الطائي موضوعنا كريستيانو اليوم اللاعب قدر يسوي عدة مراوغات كويسة وقدر حتى في العرضيات يفيد الفريق ولكن مشكلة رونالدو الوحيدة هي اللمسة الأخيرة أعتقد بعد تسجيله الهدف اللي جاء من ركلة اللزاء اليوم رح تنتهي هذه المشكلة بإذن الله لأنه لو منتهت هذا الشي رح يسبب مشكلة على اللاعب وعلى النصر في المستوى البعيد لذلك بإذن الله بعد مبارات اليوم وبعد تسجيله للهدف وانتهاء هذه العقدة كريستيان يجاوز هذه النقطة أما من الناحية الثانية فقبل ما نتعمق في لعيبة النصر وفي الأخطاء الواضحة في تكتيق قارسية في نقطة لازم الكل يشيد فيها أن الفتح اليوم قدم مضرابة احترمة اليوم بما فيهم جدي محمد الفيد هذا اللاعب ما شاء الله تبارك الله أنا دخلته الابتدائي وخلصت من الابتدائي ودخلت المتوسط وخلصت المتوسط وخلصت الثنوي وأنا في الجامعة الآن وقريبا بخلص من الجامعة ولازال هو ما شاء الله تبارك الله أساسي في الفتح يعني هذا اللاعب رغم كبر سن لأنه قاعد يقدم مستوى عظيم سواء من الناحية الدفاعية أو الهجومية يستاهل عليها الإنصاف وفريق الفتح بشكل عام يستاهل الإنصاف اليوم قدم مباراة جدا محترمة واستحقوا الاحترام عليها ومدربهم اليوم قدم تكتيك ممتاز جدا أما من ناحية النصر فقارسية أولا الإيجابية الوحيدة اللي سواها اليوم أنه استمر على غريب بشكل أساسي في بطولة الدوري لأنه آخر مباراة في الدوري بدأ فيه وشفنا غريب كيف مباراة اليوم في هذا النصر الهدف الأولي حرفيا غريب أنا بالنسبة لي شخصيا أعتبره هو المتسبب الرئيسي في الهدف الأول للنصر اللاعب أخذ كل المجموعة الموجودة في دفاع الفتح عليه وقدر يفرق الخان للكونن ومن خلالها اللاعب ناولها الكنن وكونن يقدر يصنعها لترسكة ويسجل النصر أول أهدافه في هذه المباراة فشي يهني غريب عليه ولازم المدرب يستمر على غريب بشكل أساسي حرفيا غريب من بين كل اللعيب الموجودين في النصر هو أفضل واحد موجود في الأجنحة خلونا نكون صريحين مع بعضه حتى يوم خرج اللاعب في الشوط الثاني النصر افتقد هذا اللاعب غريب من ناحية صناعة الفرص يفيد الفريق من ناحية التسديد قادر يفيد الفريق أي نعم فيه تسديد ويعها اللاعب وكان ممكن يناولها الكريستيان ويسجل الفريق ولكن هذه أخطاء تصير من أي لاعب غريب قادر على تصحيحها في المباراة القادمة أي من يحيى اليوم من النواحي الدفاعية اللاعب ممتاز أي من يحيى من النواحي الدفاعية ممتاز لكن من النواحي الهجومية للأسف اللاعب ما قدم أي شيء يذكر خلونا نكون صريحين مع بعض أي من يحيى اليوم كان مسبب حتى مشاكل في مركز الجناح الأيمن أو بشكل عام الشقة الأيمن في نادي النصر اليوم من الناحية الهجومية كان جدا ضعيف وممل وما في حلول كثير سلطان الغنام وأي من يحيى الاثنين عندهم إمكانيات كويسة والاثنين قادرين يقدمون أفضل شيء ممكن من بين كل الأسماء الموجودة في النصر من ناحية مركز الجناح الأيمن أو الظهير الأيمن ولكن هذا الشيء ما يحل له المدرب قارصية هو اللي لازم يجتمعه مع ذول اللعيبة ويعيدهم لمستواهم الذهن الحقيقة عشان يقدر يستفيد منهم النصر في المباريات القادمة أما من ناحية قلوب الدفاع فاليوم كلنا متفقين أنه الهدف الثاني من تسبب فيه علي الأجامي وعلي الأجامي بشكل عام ما هو اللاعب اللي تقدر تعتمد عليه بشكل أساسي وهذه المشكلة بالنسبة لي شخصيا ما رح ناقشها كثير لأنها محلولة بإذن الله ابتداء من المباراة القادمة النصر رح يستعيد ألفارو بشكل أساسي ولذلك أرى مشكلة قلوب الدفاع محلولة والأهم أنه عبدالله العمري بدأ يستعيد القليل من نفسه اليوم في عدة كور عبدالله العمري كان حاضر أي نعم لسه عنده سلبيات ولكن اللاعب بدأ يستعيد نفسه وبوجود ألفارو معاه في المباريات القادمة رح يخف الحمل بشكل كبير على عبدالله العمري وهذا الشي رح يسهله فرصة استعادة المستوى بشكل أكبر ولكن المصيبة الحقيقية كانت في مركز حراسة النصر اليوم للأسف رسي حتى الآن ما قدم أي شيء يذكره اللاعب كويس باللعب بالقدم ولكن من ناحية التصديات اللاعب ما طلع قدل وتوقع منه أو قدل مأمول منه يعني اسمعنا عن مسيرة اللاعب مسيرة اللاعب جدا ممتازة وأيضا المقاطع اللي شفناها للحارس تعتبر جدا كويسة ولكن داخل أرضية الميدان الحارس حتى الآن ما قدم أي شيء يذكر لا في مباراة اليوم ولا في المباراة الماضية ما من الاتحاد من ناحية التصديات والهدف الأول أنا أسبب الحارس قارسية وأحمل الخطأ كامل مع خط وسط النصر اللي كان تارك مساحات واضحة لخط وسط الفتح اللي أخذوا من خلالها راحتهم وقدروا يسجلون الهدف الأول لنادي الفتح وطبعا مو هو الهدف اللي ظاهر لكم عبر الشاشة هذا الهدف الثاني للفتح فلذلك روسي المباراة القادمة أمام الوحدة أنا أشوفها هي الفرصة الأخيرة لهذا الحارس في حال أثبت نفسه يستمر بشكل أساسي أما في حال ما أثبت نفسه هذا الحارس تحطه على دكة البدلاء وتعتمد على النواف العقيدي لأن النصر مو بحاجة تضييع أي نقطة زي ما تشايفين الآن ترتيب النصر في الدوري ترتيب النصر حاليا الأول ولكن في أي لحظة هو مهدد بفقدان صدارته مع أي تعثر قادم لذلك كل مباراة قادمة النصر بحاجة ثلاثة نقاط كنا أنا ما أتكلم عن هذا اللاعب كثير اللاعب ممتاز جدا من النواحي الهجومية ولكن بعض النواحي الدفاعية لازم صححها اللاعب وراح يكون من أهم اللعيبة في النصر في الفترة القادمة أكيد إحنا شفناه في بداية الموسم لاعب ممتاز ولكن بس يحتاج تعديل بعض النواحي الدفاعية ختاما النصر قدامه ثلاثة مباراة جدا مهمة الوحدة التعاون وضمك وبعدها حتى في الباطن هذه المباراة الأربع لازم النصر يخلصها بالـ 12 لقطة كاملة قبل دخوله للقمة القوية جدا اللي راح تكون أمام بالاتحاد وفي ملعب الجوهرة والنصر لازم ما يضيع نقاط هذه المباراة أبدا ختاما قد أكون أصبت وقد أكون أخطأت في تحليل هذه المباراة ولكن في النهاية أنتم الحاكمين الأساسيين شاركوني رأيكم تحت في التعليقات حول جميع مواضيع حلقة اليوم وبرأيكم ما هي أسباب تعثر النصر وختاما إذا عجبك هذا المقطع وستمتعت فيه طلبين بسيطين الأول روح سلم على خشم اللاك الموجود تحت عشان يصبح هذا المقطع الأكبر عدد من الأشخاص واشترك في القناة هذا لسه مشتركتين وسهلكم نعمري زي من شايفين الآن فوق عسارة شاشة طلعك شعار القناة أضغط عليه واشتركوا نوصل أكبر عدد من مشتركين اليوم وعالمين الشاشة في مقطعا جدا مميزين الأول عن تحليلي لمباراة لقيمة أمس بين الأهلي والخدود اختري واحد منهم موعد بدلاني يعجبك فارس وفارس أوفيشل اذكروا الله عز وجل شكرا لكم